اشتركوا في القناة الله عز وجل أخبر عن خسارة الناس كلهم إلا من اتصف بأربع صفات الإيمان العمل الصالح والدعوة والصبر عليها قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فذكر الله أربع خصال خصلتين تكمل بهما نفسك وهي الإيمان والعمل الصالح وخصلتين تكمل بهما غيرك وهي الدعوة والصبر عليها فإذا عجزت عن تكميل نفسك فلا تعجز عن تكميل غيرك طيب أنا أخشى أن أدعو الناس ولا أفعل ما أدعو إليه والله يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم هذا يا أخي من المفاهيم الخاطئة وقوعك في الذنب والخطأ تقصير وتركك للدعوة تقصير فما الأفضل أن تكون مقصرا مرة واحدة أو تجمع تقصيرين ثم إن الدعوة من أعظم ما يبعث الداعي إلى العمل بما يدعو إليه وأما قول الله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فالتوبيخ بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر فالأمر بالبر محمود ومأمور به أها صدقت لكن كيف أكون داعية وأنا لست عالما ولا طالب علم لا يشترض لكونك داعية أن تكون عالما أو طالب علم بل الشرط أن تكون عالما بما تدعو إليه قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية طيب كيف أكون داعية؟ الدعوة بابها واسع جدا أن داعية حينما توقظ أبنائك للصلاة وداعية حينما تربي مناتك على الحشمة والعفاف وداعية حينما توجه طلابك في الفصل وداعية حينما تهدي كتابا لمن يقرأه وداعية حينما ترتب معالم أو واعث وفي كتاب اسمه كلنا دعاه تجدون رابطة في وصف المقطع يحتوي على أكثر من ألف فكر للدعوة وتذكر أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبيعه جزاك الله خيرا عن هذا التوضيح ومن اليوم فصاعدا كلنا دعاه ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين كلنا دعاه كلنا دعاه